السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معين الكرة سبورت في كل مكان فيديو جديد وحلقة جديدة معكم محمد رفعت حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن كل اخبار الناس الاهلي هنتكلم عن اولى قارات الكابتن محمود الخطيب بعد دائجيل نهائي دورة ابطال فروكيا لاجل غير مسمى وانفراض بموعد اه الموعد الرسمي او الشبه الرسمي من داخل الكاف وتفاصيل اجتماع العاجل للاتحاد الفروكيا خلال تمانية واربعين ساعة لاعلان موعد نصف نهائي دورة ابطال فروكيا وانهائي دوري ابطال فروكيا لكن في بداية نبدأ الحلقة بالصراع على سيدنا محمد عليها في الكومنت اتكام اتلاح دوس لايك الفيديو وانزل يشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان وصلك اشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة ان شاء الله تعني اخبارنا سريعا من اخبار النادي الاهلي النهاردة صفحة الفيفا رسمية بدأ احتفل بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب وقالت صفحة الفيفا على الفيسبوك عيد ميلاد كابتن عيد ميلاد سعيد كابتن بيبو اسطورة الاساطير الذي حفر اسمه بحروف من ذهب في قلوب وفي تاريخ الكرة المصرية والعربية محمود الخطيب يتم ستة وستين سنة اليوم شكرا على المتعة شكرا على الزكريات وخالص التمانيات بدوام النجاح وحب الجماهير دي جاءت رسالة الفيفا للكابتن محمود الخطيب بكل سنة وانت طيب يا بيبو. كمان نهاردة النادي الاهلي يختم مورانو الاساسي آآ ورئيسي استعداداً لمواجهة طلاق على الجيش بكرة في ختام مصابقة الدوري والاهلي نهاردة بليلا يدخل مع اسقر مغلق استعداداً للقاء. كمان بتسو موسيماني يتمسك بالاعتماد على ناشئ النادي الاهلي في لقاء طلاق على الجيش بعد تأجيل نهاء دورة ابطال فراكيا موسيماني حسم قراره بشكل الاعتماد على مجموعة اللعيب الناشئين وبدلاء النادي الاهلي وراحت العناصر الاساسية خوفاً عليهم من الاجهاد وآآ ان هما يكونوا مش موجودين او مش جاهزين للقاء نهاء دورة ابطال فراكيا كمان حسين الشاحات يعلن غيابه على اللقاء طلاق على الجيش بعد اصابة الضم امس. كمان كهربا للمستشار تركي آل الشيخ ربنا رجعك بالسلامة يا حبيب قلبي. وجه محمود عبد المنعم كهربا صانع علعاب النادي الاهلي رسالة الى المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي برمز السابق ومالك نادي المريا ورئيس الهيئة العامة الطرفية بالمملكة العربية السعودية رسالة للمستشار تركي آل الشيخ بعدما آآ تعرض له آآ ازمة صحية طريقة وكتب آآ تركي الشيخ عبد الحساب الرسمي على تويتر يا رب وما خابه من قاله يا رب اللي ارد عليه تركي آآ ربنا رجعك بالسلامة يا حبيب قلبي. كمان عودة سناء دفاع النادي الاهلي رام ربيعة وعلي معلول هو المكسب الوحيد للنادي الاهلي من تأجيل نهاية دورة ابطال الفراكي قال ان هنا هيكونوا جاهزين مع النادي الاهلي في النهاية. كمان صفقة النادي الاهلي الجديدة طاهر محمد طاهر. النهاردة هيخد مرانه الاخير مع نادي مالون العرب وبعد كده هيعلن انتقاله بشكل رسمي الى النادي الاهلي. كمان محلل اداء النادي الاهلي يطلب حمد فتحي بتدريبات بدنية اضافية حتى يتم رفع مستوى اليقى البدنية لحمد فتحي ومسيمان يحذر لعب النادي الاهلي من التهاون والاستعراض في لقاء طلاق على الجيش. وهاني ابو ريدا يضغط من اجل حضور الجماهير في نهاي دورة ابطال الفراكي اتمنى من الكابتن هنا ابو ريدا ان يضغط من اجل استكمال بطول الدورة ابطال الفراكي مش بس حضور الجماهير. كمان لتشيكي بروكوتشي يسلم مسيمان تقييم شامل لفريق شباب النادي الاهلي ووفقا لهذا التقرير موسمان استقر على تسعيد ست لعيبة لتدريبات الفريق الاول محمد حسان ميدو مدافع مواليد الفين فارس طارق ظهير ايمن مواليد الفين احمد محمد عبدالقادر حمدي مهاجم مواليد تسعة وتسعين وعبدالرحمن اشرف مانو لاعب وسط دفاعي مواليد تسعة وتسعين واحمد سيد عبدالنبي ظهير ايمن مواليد الفين واثنين واحمد نبيل كوكا لاعب وسط دفاعي مواليد الفين وواحد دول ست لعيبة تم تقرير اه تم وفقة لتقرير من بروكتش تصعيدهم الى الفريق الاول مع النادي الاهلي. كمان هيسم عرابي فرحت بخسارة بيرامدز وتمنى تأهل الزمالك علشان الاهلي يكسبه في نهاية دورة ابطالة افريقيا. اكد هيسم عرابي مدير التعقدات الاسبق بالنادي الاهلي انه لم يشجع نادي بيرامدز حتى في المبارات النهائية امام ناهدة بركان المغربي في نهاية الكونفدرالية وقال عرابي عبر رسالة تلفزيونية ازاي مطلوب مني اشجع نادي اه تواجد في القرى المصرية من اجل مكيدة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. وتابع انا اقول إليها اشجع غير النادي الاهلي ومنتخب مصر فقط. ولم ولن اشجع اي نادي اخر حتى لو في بطولة القرية. وكشف مدير التعقدات الاسبق بالنادي الاهلي انه يتمنى بلوغ نادي الزمالك لنهاء دورة ابطال افريقيا قائلا الفوز على نادي الزمالك له مزاق مختلف فيما بالك بالفوز عليه في نهائي دوري ابطال افركيا. واختم تصراحاته زمالك فريق جيد يضم عناصر متميزة ويقدم اداء جيد لكن الاهل قادر على الفوز. كمان هيسم عربي رمضان صبحي يستحق الشفقة وامير توفيق ناجح في عمله. هيسم عربي مدير التعقدات اكد ان رمضان صبحي لعب الفريق السابق استحق الشفقة بعد انتقالوا الى النادي برامدز بداتي من الموسم الجديد وقال عربي خلال تصراحاته التلفزيونية رمضان صبحي انتقل الى البرامدز من اجل المال وليس الطموح كما يردد اللاعب وقيمة اي شخص يعمل او يلعب داخل النادي الاهلي مختلفة تماما عن التواجد داخل اي نادي اخر واكد عربي ان تأمير توفيق مدير التعقدات الحالي بالنادي الاهلي يؤدي عمله بطريقة ناجحة موضحا ان رمضان صبحي سيندم على قراره بمغادرة النادي الاهلي والانتقال الى نادي برامدز ووجه عربي رسالة لرمضان صبحي اتمنى ان تتعلم من احمد فاتحي الذي قرر الرحيل عن النادي الاهلي لكنه فضل الصمت ولم يخرج اي تصراحات تهاجم ادارة النادي الاهلي كمان مصدر داخل نادي الزمالك مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك قال ان موعد النهائي للقاء الزمالك والرجاء من خلال معلومات داخل الكاف ومن خلال محادثة شفاهية بين مسؤولين داخل نادي الزمالك ومسؤولين داخل الكاف ان المباراة هتتلعب يوم اربعة في شهر نوفمبر المسؤولين دول علشان ما اللفش واندور على بعض هو رئيس نادي الزمالك في مداخلة او في مكالمة مع هاني ابو ريدا اكد له ان لقاء الزمالك والرجاء هيتم اعلانه يوم اربعة نوفمبر ولقاء النهائي هيكون يوم سبعة وعشرين نوفمبر في الشهر ذات وهيتلعف داخل مصر يعني النهائي هيتلعف داخل مصر وتم الاستقرار على خود مباراة الزمالك والرجاء على استاد القاهرة اه ومباراة النهائي سواء بين الاهلي والزمالك او الاهلي والرجاء على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم سبعة وعشرين ودي كانت مداخلة او مكالمة بين مرتضى منصور وبين هاني ابو ريدا واكد من خلال المكالمة ان الاعلان الرسمي من جانب الكاف هيكون خلال تمانية واربعين ساعة بعد اجتماع عاجل هيتم الدعوة له خلال داخل الكاف علشان يتم حسم مصير البطولة الافريقية اما عند قائرات الكابتن محمود الخطيب للرد على الاتحاد الافريقيا اولا الكابتن محمود الخطيب بعد تعجيل نهاية افريقيا لاجل غير مسمى سيعقد اجتماع بين لجل تخطيط في النادي الاهلي وبتس موسيماني مدير الفني وسيتم حسم كثير من الملفات المهمة الكابتن محمود الخطيب ينتظر التمانية واربعين ساعة القادمة حتى يعلن الكاف التصور النهائي لاستكمال بطول الدورة ابطال افريقيا اذا لم يعلن الكاف التصور النهائي لدورة ابطال افريقيا فالكابتن محمود الخطيب سيلجأ الى الفيفا لشكوى لاتحاد الافريقي والكابتن محمود الخطيب هيستغل فترة التوقف لحين تحديد موعد نهاية دورة ابطال افريقيا وهيتم عقد الجامعية العمومية للنادي الاهلي يوم تلاتة وعشرين او يوم اربعة وعشرين بعد تأجيل نهاية دورة ابطال افريقيا كمان سيكون هناك جلسة بين بيتس موسيماني وبين لجل تخطيب النادي الاهلي وسيحضرها الكابتن محمود الخطيب لحسم ملف الصفقات الجديدة للنادي الاهلي والموافقة او رفض بعض الصفقات اللي هيتم عرضها على بيتس موسيماني اللعيبة راحلين عن النادي الاهلي هيتم تحددهم بشكل كبير جدا كمان اللعيبة المعارين وعودة المعارين واللعيبة اللي هتخرج عارة جديدة من النادي الاهلي وبين موسيماني سيضع تصور اولي لخط تطوير النادي الاهلي ولعيب النادي الاهلي وبيناء فريق للمستقبل كمان هيتم عرض اسماء اللعيبة اللي كان عايزها رينيف فيلل على بيتس موسيماني علشان يفكر فيهم وياخد قراره النهائي كمان لبطال في النادي الاهلي بتوافق على طلب موسيماني بشأن العارات بس مسماني طلب عارض احمد الشيخ وباسم علي ومحمود الجزار وعمر جمال طلب الاستغناء عنهم بشكل نهائي كمان طلب تأجيل عودة عمار حمدي للموسم القادم مع امكانية عارضه لأي نادي سيكون العارض المالي المقدم لعمار حمدي يفيدي النادي الاهلي وخاصة ان اللاعب رفض انه يجي النادي الاهلي او يشارك مع النادي الاهلي بديل على شهان الاولمبياد فمسماني بيفضل عارض عمار حمدي مرة تانية في المقابل رفضت دور التخطيط في النادي الاهلي باسك كابتل محسن صالح حسم مصير صالح جمعة عقب انتهاء مباراة طلاق على الجيش وانتظار مباراة النهائي تحسبها لأي غيابات ومحاولة لتسويق اللاعب قبل بيعه بشكل نهائي لا سيما بعدما رفض طلب فسخة التعاقد معي بالطراضي بعد استبعاده من حسابات بيتس ومسماني كمان نادي الزمالك بيعرض مليون دولار في الموسم على انيس البدري للتعاقد معاه الحاليا فيه تفاوض بين نادي الزمالك وبين انيس البدري وعلى فكرة نادي الإسماعيلي دخل فيه صفقة انيس البدري اللكن معتقدش اني نادي الإسماعيلي ممكن يخطف انيس البدري من الزمالك لو الزمالك فعلا عايز يتعاقد مع انيس البدري ولا عفري اي حد يدر يتعاقد معه في الوقت الحالي هو مش مرتبط مع اي نادي. كمان اخبار وتقارير صحفية سعودية بتشير الى اه ان في تفاوض بين نادي الزمالك وبين نجم النصر السعودي احمد موسى السابق اللي فسخ عقده وتنازل عن خمسين مليون ريال خمسين مليون ريال سعودي احمد موسى تنازل عنهم بعد فسخ عقده مع نادي النصر السعودي وحاليا في كلام ان في تفاوض بين الزمالك وبين احمد موسى ما اعتقدش ان الكلام ده حقيقي لقي ان احمد موسى الراتب بيصل الى تسعتاشن مليون يورو مع نادي الناصر السعودي فاستغناء او تفاوض الزمالك مع احمد موسى صعب جدا لقي نادي الزمالك مستحيل مستحيل يدفع آآ راتب آآ لاعب زي ده واعتقد ان اللاعب ممكن ينتقل الى دوري قطري او سيني فهو رب وقت ممكن لكن نادي الزمالك فده امر مستحيل من وجهة نظري وبكده يكون وصلنا لنهاية اخبارنا ونهاية حلقتنا اشوفكم فيديو جديد واخبار جديدة وحلقة جدا ان شاء الله